كابتن رضا امتخذنا يعمل ايه المرحلة اللي جاية يرجع للطرية القديمة يرجع للطرية القديمة 4-2-3-1 4-2-3-1 مكان اكرم طفيق اه عمر اوكي فاتتوحة كابتن فاتتوحة ايمن اشف ايمن اشف انتو معندكش حد تاني في نص الملعب هتلاعب ترزيجيت اني لا هتلاعب مين يا كابتن المكان هتلعب بالتين ديفندرات بقى حمدي والنيني وقدامهم عبدالله اوكي يمين وشمال يبقى صلاح ورمضان هل بقى السلية صحية كابتن ممكن يبقى جاهز المقش الجاه حتى لو السلية جاهز يقعد دكة وبعد كده يخش واحد ما يعملش زي النهاردة ويتصبب في اصابة احمد فاتتوحة تمام طيب ومصفى محمد وصلاح لا انا شريف مكان نصفى محمد اوكي تمام كابتن ابو الدهب يعني فيه رجولة في الملعب فيه اداء رجولة اول حاجة صح يعني فيه اداء رجولة في الملعب تحس بالجمعيل تحس بالشعب المصري اللي بيتفرجوا عليك فيه عدم لا مبالاة في المشاط لا لازم اتنحرر شوية حان كده حتى لو ما كسبتش الناس تتقفلك وتطلع بعد الموات تقولك ده عملت اللي عليك لكن الاداء والنتيجة بيبقوا سيئين فدي بتبقى مشكلة كبيرة حتى النهاردة يعني كمان بتدي احنا قلنا المباراة دي هتدي جرد انظار للفرق لكن واضح انه ديت العكس يا فروق لكن لازم تلعب باللعيبة اللي تكسبك طريقة اللي تكون عادة طريقة اللي يجب تتغير ولازم تعرف امكانيات امكانات اللعبة اللي موجودة معاك في الملعب لعب اللعبة اللي عندها حلول اللعبة اللي بتعرف تتحرك انت النهاردة محمد صلاح كل المنتخبات اللي هتلعبك هتمسكه صحيح ادلو الحرية في الملعب قول له خليك انت فريق لعب مكان رقم عشرة لكن ماش منسوق ومصمم عليه انه في الحيطة دي عشان ما نرجعش نقوله اصلي محدش بيديرو اصلي ماش بوصله لا اللعب اللي بيفرق واللعب هو اللي بيفرد لنفسه وبيخلق لنفسه فرص اربعة اتنين ثلاثة واحدة كابتا اوه كابتان وكمون يعني مش هنختلف زي كابتان الردم قاله كابتان محمود كلام منطقي جدا انا شايف ان احنا نلعب بطريقة اربعة اتنين ثلاثة واحد توظيف اللعبين كل واحد في مكانه عودة الروح لمنتخبنا الوطن اللي احنا عارفينها من كلنا في ظهرهم ونتمنى ان شاء الله نكسب مباراتين غينية بيساوي السودان فيعني لازم نحترم الخصم يعني دي مهمة جدا فطول ما انت بتحترم الخصم ومنافس بيتأدي اداء رافي جدا نفس الكلام اللي قاله كابتان بالنسبة الباكرايت وباكليفت اه طبعا نفس الكلام كلام منطيكي لكابتن رضا وكابتن محمد انا متفق جدا طب بنسبة رأس حربة كابتن رضا محمد شريف انا متفق جدا محمد شريف برضو كابتن اه محمد شريف طبعا طيب